اكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان أن بدء تنفيذ قرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتكليف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل بإعطاء الأولوية لتوظيف البحرينيين وعدم إصدار تراخيص عمل من الخارج قبل إعلان الشواغر للمواطنين من خلال إرسال الوزارة خيارات التوظيف من البحرينيين لصاحب العمل المتقدم بالطلب وضع إعلانات يومية لمدة أسبوع في الصحف المحلية على نفقة مقدم الطلب مع ترك الخيار لمقدم الطلب بالتوظيف المحلي أو الخارجي بعد مرور أسبوعين من تاريخ الطلب سيسهم في توفير مزيد من فرص العمل للمناسبة للمواطنين إضافة إلى تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والمنافسة المتكافئة في سوق العمل من خلال إتاحة الفرصة أمام المواطنين للتعرف على فرص التوظيف المتوفرة لدى المنشآت القطاع الخاص وقال حميدان إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استكملت كافة الإجراءات الفنية والإدارية للتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل للمشاركة في تنفيذ القرار الجديد المعلن عنه على أكمل وجه مشيداً في هذا السياق بتعاون أصحاب العمل مع المبادرات الهادفة إلى إدماج الكوادر البحرينية بمنشآت القطاع الخاص كما أشاد بتعاون المنشآت ودعمها لبرامج ومشاريع التوظيف المختلفة التي تطلقها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأشار سعادة الوزير إلى أن خطط إدماج المواطنين الباحثين عن عمل متنوعة وتسير وفق خطة منظومة متكاملة تهدف إلى استدامة استقرار سوق العمل وتعزيزه بالكوادر الوطنية القادرة على إدارة الإنتاج ترجمة نانسي قنقر